نيجي هنا بعد الوقت الحل التاسق. اه ضروري جدا انت سمعت الفيديو بتاع الشرح بتاع الفيديو ده. الخاص بالفيديو ده بالتاسق اللي هو بتاع 0x0a. عشان تقدر ان انت تستوعب كل حاجة. يقول لك ايه الارج في هي الارج في عليها. هي موجودة بتلاقي فيها الكنتين البروجرام كماند لاين ارجو امنتس. وكمان بتبقى السايز بتاعها ارج سي. طب هنا بيقول لك الارجومنت اللي هو اندكس بتاعه التاني. في هنا اول الحاجة الا sans البرنامج الاندكس الاولاني اللي هو اسم البرنامج. اما الاندكس اللي هو رقم واحد فهو الكلمة دي كلها الاندكس اجرام اتنين بنلط. ايه هو ان الاندكس التاني? ادي الا اندكس سفر. ادي الا اندكس واحد. ادي الا اندكس اتنين اللي هو excuse. ايه هنا ارجو موضوعي ا Pittsburgh. الا اندكس الاندكس اتنين zero one two is fun. الارج سي ده ايه اللي هو الارج كونتر فده السايز بتاع الارج في وكمان هو الانس بتاع لا مش الفرس هو النامبر اف كمان دولاين ارجومنتز هتيجي هنا اما بيقول لك كما انت بتحق الارج في بالارج سي ايه اللي بيحصل دايما بيساوا النل لانك بتشاور على اخر حاجة يعني مسلا لو هنا صفر واحد اثنين فهو هنا بيقول لك دول ثلاثة فالارج في بتاع التالت بنل على طول مفيش حاجة في التالت فدايما دي بتبقى اما هنا بيقول لك الارج زيرو ده بيبقى طيب دايما اسم الايه البرناميك صمت وكده حل هنا الكويز هنا بقى معنا في اول طاست بيقول لك انا عايزك تعمل لي زي ايه اللي هو النفس البروغرام اللي انت شغالي يعني يطبع لنين بتاعه لما ييجي شغالة هو تيقول لك ايه دوت ماي نيم فدي سهل اللي احنا كنا عاملينها يعني واكيد اه يقول لك اه اه اف يوري نيم اه اف يوري نيم زي برورغرام تول برينت زي نيو نيم وزاوة هافنج ايه اكيد يعني عشان احنا بنستخدم الايه لارج فيه طيب اه اه اللي احنا هننشئه كوبي بتخل معايا كده زي دي اليكس لو نعمل ميك دايركتري اسم دايركتري ويدخل جواه زير اكس زيرو اي ونعمل ايكو ليه الريد مي بحطه ليه في ملف اسمه ريد مي دوت ان دي طيب تعالا بقى نعمل كده الام كدير وقت اسم الفايل دا واسم الايه واسم الفايل تعال كده بقى معايا بصة كده قد البرنامج اهوة بياخد منك انت ارجومنت سي وكاركتر كونس الكاركتر اللي هو ال الفي اللي هو الري وفي بريبل ممكن تعملها كده او تحط رنجمتين وشي الحاجة دي زي ما قلنا في الشرح كده والاولين دا بنعمله فايل عشان احنا ممكن ما نستخدمه او ممكن نستخدمه عشان ما يتلعش معانا ايرور هنا في الاوتوت اللي لازم ايه تحط فيه اللي هي الافايد وورننج وبرنت الاس اللي هو سترينج يعني وتحط الايه اللي هي زيرو بعد كده ريتائر من زيرو خلاص كده خلصناه تعال البعضه البعضه بقى اللي هو بيقول لك انا عايزك تعمل لي برنامج يعني ايه كلمة هنشوفها دلوقتي اليزوج بتستخدمه كده والا بتديني سنتات يعني خلاص انت هنا بتديني سنتات فانا عايزك تعمل لي سنتات دي تعمل لي تشينج لي هقول لك معناها ازاي يعني دلوقتي افزى نمبر لو واحد لو مش واحد خلاص يعمل ايه لو يعني اقل وكده يعمل الان او اللي هو خمسة وعشرين والعشرة زي زي مثلا اللي هي الخمسة وعشين جنيه مسلا وعشرة جنيه وخمسة جنيه واتنين واحد وهكذا معنى الكلام ده ايه برضو العشرة سنت اللي انت مدهمني دول. هيتبدله بايه? بعشرة. يبقى بورقة واحدة. فيمتني. المية دول هيتبدله بكم ورقة? باربعة بس من خمسة وعشرين. طيب المية واحد. لا ده اربعة من خمسة وعشرين. وكمان معهم واحد. يبقى كده خمسة. التلاتاشرة تتغير بكان? تتغير اربعة عشرة. واتنين واحد. فتلاتة. فيمتني? فقد دلوقتي بيتغير يعني. بتغير العمل. عشان كده مسماها لك. طب تعال لكده بقى نشوف ازاي. نرجع كده نكتب واسم الايه? البينامج. ركز معايا بقى. طيب. طلع معايا فوق. قد استدعيت استدعيت استدليب. بقول الف الارجومنت اللي هو قال لك عليها لو هو بواحد هيعمل اررر فان الوقت بتشك لو هو اتنين يعني. من الاول. خلاص? واعمل الس لو الس هيعمل اررر ويعمل ايه? واحد. طب نطلع فوق ده شوية برضو. هنا عملت متغير اسمه اي وعملت اللي هو بسفر. ده اللي انا هحط لك فيه اللي هو الاعداد زير وواحد اتنين والكلام ده. اللي هو الفلوس الانت هذا الدهالي? الارجومنت واحد اللي هو ايه? هيتبدل هنا. يعني الزيرو كان في اسم البرنامج واحد اللي هو العشرة او المية او المية واحد. كده معايا الرقم اللي هو الفلوس بتاعتك. وادي الاراة cents اللي هو الدهالك عملتها في اريه وتخمس وعشرين وعشرة وخمسة واتنين وواحد. اهمت خمس وعشرين وعشوف وخمسة واتنين وواحد. واعملت فور. مشحت بفور من سفر حد خمسة? اللي هو بعددهم يعني? وقلت ان اه اللي هو الفلوس اكبر من السنتس اكبر من اي عدد هنا يعني مسلا لو لو انت هتجيب لي التلاتاشر فالتلاتاشر مش اكبر من خمسة عشر مش هتروح تقسم ده على ده يعني. فمنطقي ان انت لازم الماني بتاعك يبقى اكبر من ايه? من السنت رفسه. والسنتس بقى عشان تجيبها بتعمل ايه? طبعا زاد بيساوي علشان لو فيه لو ورقة بمية مسلا هتساوي اربعة من خمسة عشرين فانت لازم تعمل زاد بيساوي. بيساوي القديمة يعني زاد الجديدة اللي هتتحسب. الجديدة بتحسب ازاي? بالماني اللي هو الفلوس اللي انت جايبها على السنتس. اقسمها. خلاص? وحط لي. وحط لي هنا. وزود لي دي يعني. والماني نفسها بتساوي الماني آآ موديلس خلي بقى لك الباقي. يعني بعد الاسمة مسلا بتاعة المية من خمسة وعشرين هيبقى. فانت دلوقتي بتعمل ايه? بتاخد الباقي ده. وبتقول لو الباقي بصفر لو هو خلص مفيش باقي اعمل بريك. طب لو فيه باقي يرجع تاني. يرجع تاني. يعمل تاني على على عنصر تاني. ويشوف هل هو هيقدر ان هو خلي بالك هم مكتوبين بالترتيب يعني بالكبير للصغير عشان كده بيقسم على الكبير الاول. ولو هو بورقة كبيرة يعني بمية مسلا يقسم على الكبير الاول والباقي يتقسم على العشرة مسلا. اهو. يشوف برضو هل هو اكبر من العنصر عشرة مسلا يبقى الاسم عليه خلاص اه يقدر ان هو ايه? تزيد تاني. والماني بتاعك ايه? يتعمل له لو فيه باقي يتقسم على الصغير. لو ما فيش يبقى خلاص يطلع. طيب. لما يطلع بقى. هو كده اخذها يطلع من هنا. لما يطلع هيعمل ايه? هيعمل برينت افل ايه? مما كان بقى بصفر اه اي حاجة. بصفر زي ما هي مسلا زي ما احنا عاملين هنا. آآ خلاص يعمل ويرترن واحد زي ما هو قال لك وفي الاخر وده كان ايه اخر تصف معنا. داش تعمل ايه مسلا جيت بوش. وكده يبقى خلاص. وبازن الله ما زالك هنا تقدر تعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.